بعد ان رفعت الخيام التي ظلت جاثيمة على ساحات الحرية في اغلب محافظات جنوب ووسط العراق وبدأ الشباب المنتفض في التحضير لاليات قانونية تمكنهم من ايصال مطالبهم اكان عبر بوابة السلطة التشريعية ام من خلال طرق اخرى ضمن سياقات دستورية وقانونية تضمن لهم تحقيق مطالبهم المشروعة التي قدموا في سبيلها دماء زكية وارواح طاهرة بعمر الزهور ها هي شرارة الانتفاضة تتوهج من جديد في ساحة البحرية وسط محافظة البصرة وها هم المنتفضون يقدمون شهيدا على طريق القرية ستة دعس 2020 استشهاد اول متظاهر في محافظة البصرة الشاب البصري عمر فاضل استشهد وهو يطالب بوطن طال اعتقاله من ثلة عاثت فيه فسادا منذ اكثر من 17 عاما ووثقا لوسائل الاعلام ومصادر رسمية افادت ان القوات الامنية وبعد استشهاد عمر تدخلت واخرجت المتظاهرين من الساحة وعمدت الى اعادة فتح الطرقات بعد تأمين محيط مبنى المحافظة وساحة البحرية والمناطق المحيطة بها في ظل تساؤلات حول العنف غير المبرر تجاه المتظاهرين اكان من قبل القوات الامنية او من قبل الطرف الثالث الذي يتساءل العراقيون الى متى سيظل خارج لطاق الصورة يشار الى ان تجدد التظاهرات في محافظة البصرة عادت بعد زيارة ليست ببعيدة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليها في ظل ما قال عنه مراقبون انه انفراج في انتفاضة تشرين اثر انسحاب الشباب الثائر من ساحات الاحتجاج بعد وعود قدمها الكاظمي لهم والتي تمثلت في تحقيق المستطاع من مطالبهم المشروعة وان بصورة تدريجية وثم تميرا ان ما حدث في البصر اليوم قد يعيد الامور بين الحكومة والمتظاهرين في العراق الى المربع الاول في ظل ظروف مالية وصحية هي الاصعب التي يمر بها العراق فمتى سيتوقف العابثون عن اراقة الدم العراقي ويعيدون الوطن المسلوب لاهله